بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن لطائف صورة محمد صلى الله عليه وسلم اننا نجد تناسقا عدديا منفتا للانتباه فكلنا يعلم ان عدد ابواب النار سبعة ابواب وعدد ابواب الجنة ثمانية ابواب اذا تعملنا صورة محمد نرى بان كلمة كفر تكررت في هذه السورة سبع مرات بعدد ابواب النار وكلمة امنوا تكررت في هذه السورة ثمانية مرات بعدد ابواب الجنة صراحا ما نقول له سبحان الله هنا طيب هناك توازن في ذكر الجنة والنار في هذه السورة في كلمة مثلا كلمة الجنة تكررت في السورة مرتين وكلمة النار تكررت ايضا في هذه السورة مرتين صراحا ما نقول له سبحان الله ايضا ايضا هناك توازن في ذكر الذين كفروا والذين امنوا في سورة محمد فعبارة الذين كفروا تكررت في سورة محمد بالضبط سبع مرات عبارة الذين امنوا تكررت في سورة محمد سبع مرات ايضا صراحا ايضا هنا ما نقول له سبحان الله والله اعلم تناسق عجيب في هذه السورة